أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام اهتمام كبير وغير مسبوق يشهد صعيد مصر في ظل حكم رئيس عبدالفتاح السيسي وقد ترجم ذلك الاهتمام في إنشاء الهيئة العامة لتنمية الصعيد بهدف تفعيل عدد من المشروعات وتنفيذها بالصعيد الذي عانى لسنوات طويلة من التهميش ونقص الخدمات وانطلاقا من ذلك الهدف الطموح قامت الهيئة بتنفيذ 14 مشروعا لصالح 6 محافظات بالصعيد خلال الفترة من مارس 2019 وحتى سبتمبر 2021 بتكلفة إجمالية نحو 588 مليون جنيه كما وضعت الهيئة رؤية مستقبلية تتضمن إعداد قاعدة بيانات موحدة لتنمية محافظات الصعيد وتتضمن جميع المشروعات الحالية والمخططة والمنفذة من جميع الجهات كما تتضمن رؤية الهيئة دراسة أنشطة السكان بمحافظات الصعيد لاختيار أنسب المشروعات وفق أولويات مدروسة إلى جنب السعي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات والاشتراك في مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة لتوفير فرص عمل مستقرة ومشروعات اقتصادية متكاملة وفي سبيل تحقيق رؤيتها تقوم الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالعمل على عدد بحاور أبرز هو المحور الاجتماعي من خلال تدريب وتأهيل الشباب على المهن والحرف المختلفة بقرى الصعيد مع تفعيل مشروع التعليم الفني وفيما يتعلق بالمحور الصناعي تسعى الهيئة لإقامة مجمعات الورش الحرفية الصغيرة بالقرى في إطار مبادرة حياة كريمة وإعادة تأهيل الصناعات القائمة بالمحافظات لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الأهداف التنموية كما تستهدف الهيئة في المحور الزراعي دراسة المناطق الصحراوية القابلة لاستزراع مع التوسع في استخدام المياه الجوفية ومياه الصرف المعالج مع دراسة المنتجات الزراعية وكيفية الاستفادة منها لتعظيم القيمة المضافة وفيما يتعلق بالمحور اللوجستي تستهدف هيئة تنمية الصعيد إنشاء مناطق لوجستية بالمناطق ذات الأولوية الأولى مع الاستفادة من الدراسات التي تمت لصالح منطقة المثلث الذهبية وكذلك إنشاء ميناء تجاري على ساحل البحر الأحمر ملحق به منطقة حرة شاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا لجهود الدولة في تنمية صعيد مصر في ظل إنشاء الهيئة العامة لتنمية الصعيد شكرا على طيب المتابعة